عقوبات وراءها عقوبات ولا يبدو أنها غيرت شيئا من عقلية النظام الإيراني داخليا أو خارجيا وهو أمر ينطبق على روسيا حليفة طهران كندا، أستراليا، أمريكا وبريطانيا أعلنت فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان عقوبات تقول الدول المعاقبة إنها جاءت على خلفية ارتكاب روسيا وإيران انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في الحرب الروسية على أوكرانيا والاحتجاجات الأخيرة في طهران فيما قالت أستراليا إنها ستفرض عقوبات على 13 فردا وكيانين من بينهم ضباط في الباسيج وستة إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث إضافة إلى عقوبات مالية إضافية على ثلاثة إيرانيين وشركة إيرانية بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا الخارجية الأسترالية اعتبرت أن تزويد روسيا بطائرات مسيرة دليل على الدور الذي تؤديه إيران في زعزعة استقرار الأمن العالمي وأن أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لروسيا سيواجهون العواقب مواقف وعقوبات مشابهة فرضتها واشنطن وبريطانيا وكندا لكن مراقبين يؤكدون أن هذه العقوبات وعلى كثرتها وتتابعها لم تحد من النشاط الإيراني الداعم لموسكو في حربها ضد أوكرانيا إذ ما تزال الطائرات المسيرة الإيرانية تحصد أرواح المدنيين وما يزال النظام الإيراني يمارس أساليبه القمعية ضد المدنيين المنطفضين في الشوارع الإيرانية وما تزال طهران تعبث بأمن الشرق الأوسط وأمن الدول العربية عبر ميليشياتها المنتشرة في العراق واليمن وسوريا ولبنان ما تصميم گره